طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء مائة ألف طن شعير حيث سيتم فتح العروض يوم الأربعاء المقبل بحيث تشتري الوزارة الكميات حسب أفضل الأسعار المقدمة ويأتي شراء الكميات الإضافية من الشعير في إطار سياسة وزارة الصناعة والتجارة الهادفة إلى الاحتفاظ بمخزون كاف من هذه المادة بما يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة ممكنة وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنه تم رصد مبلغ 180 مليون دينار في موازنة الدولة هذا العام لدعم القمح والأعلاف مقابل 150 مليون دينار تقريبا بعد يعاد التقدير هذه المخصصات للعام الحالي فيما كان المخصص يبلغ حوالي 215 مليون دينار